ارجعت لحضراتكم مرة تانية لحظة ما تتعوضش اللحظة اللي بتحس فيها الأم بحركة الجنين جوه رحمها أول مرة ومع بداية الحركة دي بتبدأ الأحلام تكبر والأماني تكتر للطفل ده وما بيبقاش فيه شيء يهم غير موعد قدوم السعيد لحضنها وبحجم كل الحب والشوق والفرحة دي بيكون الحزن والألم والوجع لما الأم تعرف أن الجنين ده اللي لسه ما جاش للدنيا عنده مشكلة ولازم تدخل عشان يشرفنا بخير وسلامة برحم معاكم ضيفي العزيز الأستاذ الدكتور محمد ممتاز الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس أقسام النساء والتوليد فيها اللي مهمته النهاردة يفاهم الأمهات ويطمن قلوبهم من ناحية طب وجراحات الأجنة أهلا بتول محمد أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك أهلا بيك الحقيقة قبل ما نتكلم عن الحاجات اللي بتحصل للجنين وتدخلوا عشان تحاولوا تعالجوها عايزين نلقي نظرة على تطور الجنين بيحصل ازاي حضرتك هو الحمل زي ما هيك قلت دي نقطة مهمة جدا هي الأم لما بتيجي وهي حامل هي متوقعة الخير دايما طبعا لأن هي الحملة ده شيء فيسيولوجي وما هواش مرض فبالتالي هي الستة جاية منتظرة أخبار سعيدة طول الوقت طبعا من أول يوم في الحمل إلى الولادة إلى بعد الولادة لما بيحصل أي حاجة غير كده بيحصل يعني أن هي بتحس أنه في مأساة مش مجرد مشكلة صغيرة هي إحباط شوية إحباط كبير لأن هي دايما الحمل شيء سعيد الولادة شيء مبهج الطفل طبعا كل ناس مقعدين ناس مستنين مراحل تكوين الأجين يعني جنين حضرتك هي طبعا بتنقسم لتلت مراحل مرحلة الأولى هي تلت شهور الأولين تلت شهور الأولين هي دي اللي بيحصل فيها تكوين الجنين من نطفة إلى علاقة إلى إلأ إلا هي من مرحلة الخلية البويضة والحوان المنوي بيحصل إخصاب وبين بيحصل انقسام للخلية المخصبة إلى خليتين أربعة تمانية وهو أي الأخير إلى أن يبتدي يتكون الأعضاء الجنين الجنين بيتقسم الأول إلى تلت طبقات في مرحلة الأولى الاكتوديرم والإندوديرم والميزوديرم وبعدين كل طبقة من دول بتكون أعضاء معين أهم فترة في الحمل هي تلت شهور الأولين هي دي الفترة اللي الحامل بتتعرض فيها إلى أي شيء خارجي ممكن يأثر بصورة عالية جداً على هذا الجنين بعد كده المرحلة الثانية الثلاث شهور اللي في النص الجنين بيحصل فيها التطور في النمو الجنين بيكبر بسرعة جداً كل الأعضاء بتاعته بتكبر الوزن بتاعه بيزيد وهواء الأخرى المرحلة الأخيرة نواري الصورة دكتور محمد الحديد تتكلم كده على الجنين وهو عمال يتطور ويكبر تمام تقريباً حضرعك الثلاث صور الأولين هي الثلاث شهور الأولين تقريباً بيحصل بقى حضرتك مش بس نموه في الجنين وتطور للأعضاء الداخلية الوزايف بتاعت الأعضاء الداخلية تبتليد الشغل الكبد الكلة الرئة طبعاً أهم حاجة وهواء الأخرى ده عشان كده الجنين اللي بينزل ناقص النموه في الشهر السابع مثلاً بيحتاجي يقعد في حضانة إلى أن تطور الأعضاء طبعاً قبل الشهر السادس صعب جداً إنه هو يعيش لو نزل لأنه لسه الأعضاء دي ما تكونتش أساساً فهو المراحل تقريباً حليس بنقسمهم تريمسترز اللي هما 3 شهور 3 شهور 3 شهور أول 3 شهور هي أهم فترة في الحمل اللي هي يمكن ناس كتير قوي بتعتبرها فترة سلبية يعني المريض والدكتور مالوش دور كبير الحقيقة طب الجنين هو اكتشف إنه المرحلة دي من أهم المراحل في الحمل اللي بيعتمد عليها كل شيء بعد كتير طيب إيه العوامل بقى اللي بتأثر على الجنين ده اللي ممكن تؤديلي لمشكلة أحب أتدخل وحلها حاجة بيتقسمه لجزئين جزء يشمل الجنين نفسه والرحم والبيئة اللي هي محيطة به زي مثلاً لو الست عندها عيب خلقي في الرحم لو الست عندها مشكلة في بطانة الرحم كل ده بيأثر طبعاً وجزء تاني اللي هو الأم نفسه سواء كان عندها هي مشاكل يعني ست عندها سكر مثلاً وابتدت الحمل ده ليه تأثير سلبي جداً على الجنين ست دغطاء عالي وهو إلاخر الحاجة الثالثة هي العوامل الخارجي بتاكل إيه؟ بتشرب إيه؟ تدخن ولا لأ؟ بتاخد أدوية بدون استشار طبيب أو باستشار طبيب الأدوية دي ممكن يكون ليه تأثير سلبي التلوث اللي موجود في الجو كل ده طبعاً ليه تأثيرات سلبية جداً واكتشفنا في الفترة الأخيرة إنه إنك تحاول تخلي الحمل في تلات شهر الأونين في أحسن صورة ممكنة من كل حاجة أبته على الليفل بتاع ننزل لمستوى إلى الخلية لمستوى إلى السوديم والبوتاسيوم والكالسيوم والحديد ده مهم جداً لصحة الجنين في مدينة أشهرهم إيه دكتور؟ وربطوا بعيب معين بيحسن أشهر حاجة طبعاً أشهر مثال حديثة خالص هو نقص حمد الفوليك أسد أو الحمد الفوليك يعني نقص الفوليك في التلات شهر الأونين بيؤدوا إلى عيوب خلقية في العمود الفقري وجهاز العصم للجنين وعشان كده في 10-15 سنة الأخير كل سيدة حامل لازم تاخد جرعة معينة من الفوليك أسد من أول يوم في الحمل بدرجة نحن ننصح بعض الستات إنها تبتدي الفوليك أسد ده من قبل الحمل وهي بتجهز نفسها ودي برضو فترة مهمة جداً اللي هي ما قبل حدوث الحمل أنا فاكر من قام الدراسة كان بيقولوا على التدخين إنه هو برضو له علاقة بوزن الجديد وحجمه وحجم رأسه أنا فاكر كويس؟ طبعاً حضرتك التدخين ليه تأسير سلبي وللأسف برضو بعض الأطباء يمكن بيخدوش بالهم أو حتى ما بيسألوش المريضة إنت بيتدخاني ولا والظاهرة الجديدة طبعاً بتاعت الشيش حضرتك إحنا بنسأل المريضة دلوقتي الحام بالدخاني بتقولك لأ وبعين تكتشف إنها بتشفى بشيش لأن هي معتبرة الشيش ده مش تدخين طبعاً هو ليه تأسير سلبي برضو جداً طبعاً طبعاً طيب لو دخلنا بقى أسباب الأمراض مباشرةً أسباب وعيوب خلقية في الجنين نفسه بتبقى عبارة عن إيه يعني إيه هي الحاجات اللي احنا بنلاقيها بقى حضرتك هو أول مثال هو عيوب الورثية وده طبعاً في مصر احنا بنشوفه كتير جداً والسبب الرئيسي ليه حضرتك هو زواج الأقارب احنا عندنا في مصر نسبة زواج الأقارب بالذات في البرى للمدن توصل 30-40% ده حضرتك بيزود طبعاً من نسبة التشوهات الجزء التاني هو الأمراض الورثية اللي موجودة في العائلة يعني عائلة فيها أطفال تولدوا قبل كده عندهم مشاكل وده لها نسبة تكرار الحاجة الثالثة هي أن الأم تتعرض في الثلاث شهر العونين بالذات إلى مرض فيروس وأشهر مثال على كده طبعاً الحصب الألماني مثلاً إلى أدوية ما كانش مفروض تاخدها أشعة أو أشعة يمكن حتى الأشعة كمان لازم تكون أجرع عالية من الأشعة عشان تتعرض لها أو أن هي خدت أدوية غلط أو أن هي حضرتك جالها حرارة مثلاً في الثلاث شهر العونين نتيجة فيروس أو برد أو إنفلونزا كل ده ليه تأثير سلبي على تكوين الجنين في المرحلة الأولين المهمة جداً 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 طب أشهر العيوب دي إيه بقى؟ أشهر نسبة حدثها يعني أسحك أشهر العيوب هي طبعاً العيوب الخلقية في القلب دي أشهرهم لأنها بتتشاف أو بتتشخص في كثير من الأحيان بعد الأولاد وده نتيجة أنه أثناء الحمل السيدة ما بتتعرضش أو ما بتتعملهاش فحص موجات فقساطية مزبوط لو قدر تتعرض بنقدر نكتشف العيوب الخلقية دي الحاجة التانية هي عيوب الكرموزومات زي الطفل المنغولي ده مثال شهير جداً طبعاً وده بنقدر نشخصه أثناء الحمل أو لازم نشخصه أثناء الحمل الحاجة التالتة هي المشاكل اللي موجودة في الأطراف زي الإتين زي الرجلين زي الصبع زيادة زي الحاجات اللي زي كتاً طيب بنكتشف بقى الحاجات ازاي؟ تكتشفوها ازاي؟ طرق التشخيص؟ هل بتتعمل روتيني لكل الأجنة والكل الحوامل؟ حضرتك هو فيه ثلاث فحوصات مهمين جداً في الحمل فحص منهم الثلاث فحوصات بالموجات فوق الصوتية الفحص الأولاني هو في الأسبوع الـ 12-13 هو تقريباً آخر الشهر التالت وده بيكتشف من 60% لـ 70% من كل العيوب الخلقية الموجودة في الجنين ده مهم جداً طبعاً لأنه أنا قدر أكتشف اللعيب الخلقي أو المشكلة اللي عند الجنين في مرحلة بدري في الشهر التاني أو التالت ده بيسمح لي أن لو كان في علاج لها أن أنا عليك أو أن أنا أتدخل في مرحلة بدري وما يحصلش لسه مضعفة الموجات فوق الصوتية التانية هي المهمة جداً اللي هي في الشهر الخامس اللي هي بنسميها الـ detail scan أو هناك نصر بنسميها الصنار الرباعي لأبعد ده بيتعمل تقريباً في 20-22 عمدنا الصورة دي يا دكتور محمد تقدر تشرح لنا عليها اه خطر احنا نسمينها تسمية لطيفة الجنين الرقص ده اكتشفنا أنه بيتحرك حركة جميلة جداً مع استخدام الموجات فوق الصوتية الرباعيات الأبعد اكتشفنا أن الجنين حاجة ده جنين عمره 13 أسبوع ده جنين في آخر الشهر التالت اكتشفنا أنه مش بس يعني إيديه ورجليه موجودة وراسه وصوابه هو والآخره لكن كمان بيتحرك والحركة دي فيها تناسق يعني حتى نقدر نقول أنه هو بيتحرك بالعمود الفقري بتاعه بإيديه ورجليه في صورة أشبه ما يكون أنه هو بيروس فعله ده حديك اللي هو الموجات الصوتية رباعية الأبعاد ودي طبعاً من الحاجات الحديثة جداً اللي بتساعدنا أن احنا نشخص العيوب الخلقية للجنين الموجات الصوتية الثالثة هي في الشهر السابع أو الثامن وده بيطمننا أساساً على نمو الجنين بصورة طبيعية وإذا كان حصل فيه أي مشاكل في المشيما ولا يزيد على كده حديك فحص مهم جداً أو مجموعة من الفحوصات ده بتالت تبقى موجودة اللي بنسميها screening blood test عبارة عن أن الأم الحامل في الشهر الثالث بناخد عينة دم منها بنقدر نعرف من الدم بتاع الأم إذا كان الجنين عنده مشاكل ولا مش بس كده بنقدر نعرف إذا الجنين عنده استعداد يجيله مشاكل ولا في الشهور الأخيرة عند الحمل وإذا كان الأم عندها استعداد يجيلها مشاكل ولا زي تسمم الحمل زي سكر الحمل زي عدم نمو الجنين داخل الرحل دي بقى ليه اختبارات تحليل حتى من غير موجودة صوتين كمان بقى فيه حاجة اسمها نبت أو اللي هي عبارة عن أن أنا أخد عين دم من الأم أعرف الخلايا بتاع الجنين إذا كانت سليمة ولا ده تحليل كروموزومات للجنين عن طريق عينة من دم الأم ده موجود ومن الأسبوع من 10 أو 11 من الأم حضرتك بسبب اختلاط دورتهم الدموية للتنين بسبب حضرتك أنه هو الخلايا بتاع الجنين جزء منها تكوينها هي المشيمة والمشيمة هي متكونة من الأم ومن الجنين في نفس الوقت فجزء من الجينات أو كروموزومات بتاعة الجنين بتخش دم الأم فأقدر أكشف عليها وأعرف زكاة سليمة ولا من غير مفتوء يعني دخل إبرة جوه الرحل وأصحب حاجة من غير إحارة والاختبار ده موجود حضرتك وبيتعامل في كل حيطة في العالم وموجود في مصر هو عبون وغالي شوية إنما هو موجود فعلي طيب السؤال يتسئل بقى طيب ليه نتدخل جوه الرحم طيب نستنى لما يتولد ونعمله عملية أو زي ما بنعمل مثلا في حالات العيوب الخلقية في القلب أغلبها طبعا بيتعمل بعد ما بيخرج ليه نشأت الحاجة للدخول جوه الرحم وعمل شيء جوه لكن الأمراض اللي بتسيب الجنين أو العيوب اللي بتسيب الجنين معظمها ما بيأثرش على حياة الجنين داخل الرحم وبالتالي إحنا بنتبعها وبنشخصها وبنحضر الأم والأسرة والأطباء إلى إنه هم الطفل اللي حيتولد هيبقى عنده احتياج لعلاج أو جرح وعايز عناية خاصة عايز عناية خاصة بيعد في حضانة شوية في الأول بيتعالج بعملية بعد يومين أو ثلاثة أو أسبوع كل ده ممكن إنما في بعض الحالات اللي بتسيب الجنين لو ما تعالجتش أثناء الحمل وفي مراحل متقدمة يمكن في الشهر الخامس أو السادس قبل ما الحمل يخلص بيكون الجنين يأما حصل وفاة داخل الرحم يأما العيب ده أدى إلى مشكلة في الجنين لا يمكن تصلحها بعد الولادة يعني حاجة ما قدرش أستنى عليها ما تقدرش أستنى عليها لأنه لو استنيت عليها بيبقى علاجها بعد كده شبه مستحيل إذا ما كانش قردي حصل وفاة داخل الرحم ده اللي أدى إلى إن احنا نحاول نتدخل في أثناء الحمل لعلاج الجنين ده سواء علاجه بالأدوية أو بالعمل والحقيقة نحمد ربنا أنه بقى فيه إمكانية لعمل هذا وهو جوه الرحم شيء أشبه بالمعجزات ده حضرتك لغاية من 10-15 سنة كان حلم كان لكل أطباء النساء والولادة لكن الحمد لله دلوقتي موجود اسمح لنا يا دكتور نطلع فاصل قصير ونرجع نكمل حوارنا وقبل ما نطلع الفاصل هفكركم أننا في الفقرة دي عرفنا العوامل اللي بتأثر على صحة الجنين تكلمنا عن الأمراض اللي ممكن تصبهم وكمان وضحنا إزاي ممكن يتم اكتشافها وتشخصها استنونا بعد الفاصل عشان تعرفوا ليه ما بنستناش وبنعمل إيه وهو داخل الرحم اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة